اشتركوا في القناة مؤكدا أنه تحول إلى وباء يلازم قرابة نصف مليون جزائري بمعدل 43 إصابة سنويا و250 إصابة يوميا على مستوى مصلحته فقط الشروق تطرقت أيضا للأحداث التي شهدتها ولاية غردايا أمس وهو احتجاج أعوان الشرطة حيث طالب أعوان الشرطة المحتجين في تصريحهم للشروق بتحسين الظروف المعيشية وتقليص ساعات العمل وخفض سن التقاعد وتعويض عائلات الضحايا وإعادة النظر في نظام التحويلات وطالب بعض المحتجين بنزول الوزير الأول عبد الماكسلال ووزير الداخلية الطيب العيز للإطلاع على ظروف أداء مهمتهم الأمنية الحدث ذاته تطرقت له جريدة وقت الجزائر حيث جاء في المقال أن المسيرة التي شارك فيها حوالي 400 شرطي حسب الجريدة بالقرب من مقر الولاية خلقت نوعا من الذعر والخوف لدى سكان الأحياء مخافة وقوع مواجهات جديدة وطالب أعوان الأمن ببسط الحماية وتأمينهم من مخاطر الشباب المحتج بعدما أصيب أول أمس ثلاثة منهم في منطقة برريان أما جريدة الوطن الناتقة باللغة الفرسية فأكدت أن أعوان الأمن المحتجين والبالغ عددهم 1500 أكدوا على مواصلة الاحتجاج إلى غاية تحقيق مطلبهم الرئيسي والمتمثل في رحيل المدير العام للأمن الوطني اللواء عبدالغاني هامل